حقيقة يسعدني النهاردة ان انا اتكلم على الدور المجتمعي للمؤسسات والاحزاب في خدمة المرأة ست الحبايب ست الحبايب اللي هي امهاتنا الدور المسنين ده دور مهم جدا لنا ان احنا ندعم دور المسنين ست الحبايب دي امهاتنا وجدتنا في دور كتير جدا للمسنات محتاج محتاج رفع الكفاءة بتاعته رفع الكفاءة بتاعته على فكرة دو الدار المسنة او الدار اللي فيها مسنة بش بس محتاجة تاكل وتشرب لا 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 خالص هي محتاجة دعم نفسي نروح نتكلم معاها وتبقى مستنية زيارتنا محتاجة دعم صحي اخد بالي من الادوية بتاعتها وايه ده دوية السكر والضغط وتبقى متأكدة ومطمئنة ان الدوة بتاعها بيوصلها في المعاد دعم كمان ادائي يعني المسن بيحتاج يتسند لان مشكلته الاساسية الوقوع فعشان تقع احيان النظر بيبقى ضعيف شوية فممكن تتشنكل وتقع احنا بنرفع كفاءة الدور دي ان احنا نركب حاجات تتسند عليها دعمنا كمان تجربة جميلة ان نشجع دمج المسن مع اليتيم في دار واحدة احنا عندنا اكتر من دار بنزرها وشجعناهم جدا ان هما يكونوا مع بعض الاتنين المسنة محتاجة طفل صغير يديها امل والصغير محتاج حب وبالتالي انا بدعو المسؤولين في وزارة التضامن ان هما يشجعوا الفكرة دي لان كلنا محتاجين نحتم بعض سواء الكبير او الصغير كمان ابتديني نبص بقى للمرأة المهيلة اللي هي طبعا في ستات كتير جدا بيعولوا اسرهم سواء لمرأة الزوج او لغيابه او او واتفر فالستة بتبقى محتاجة عمل خصوصا ببسيطة التعليم طرحنا عليهم حرف فدوية كتير منها الخياطة وجبنا مكينات منها التطريز منها التطريز المكسيكي منها التطريز السناوي منها الكروشي منها التريكو حرف كتير جدا ومشيت العجلة لما لقوا ان احنا جديين جدا معهم بندربهم بكل حب جايب لهم مدربات في منتهى الحرفية مش بس كده ده كمان لما ابتدوا يشتغلوا ايدهم بقت حلو ابتدينا نديهم فرص عمل نديهم تصميمات راقية جدا وهما بيشتغلوها وبنتبعهم هما بيشتغلوها وبعد كده بندهم اجر يعني بنبعدهم خالص عن قصة التسويق لما لقينا ان الدنيا مشيت كويس وان الناس سعيدة قلنا طب وي ناط ان احنا هما عندنا في المركز ليه ما نديهمش شوية توعية صحية فبتدينا نعمل توعيات صحية من اسد تب متطوعين وبيجوا يوعوهم مثلا عن مشاكل الختال حلو قوي ان الست تاخد توعية صحية وهي مستريحة في مكان امن بتصق فيه وبتصق فينا وهي قاعدة بتدخل تحضر المحاضرة وبنتناقش معاها كلنا حابين بعض وكلنا عارفين بعض وبالتالي بنقدر نوصل لها الرسالة كويسة بنهم المحاضرات توعية على تنظيم الاسرة يعني ايه تنظيم الاسرة وايه الوسائل انا محتاجة ليه انظم اسرتي انا محتاجة ليه اخلي عندي الطفلين بس انا محتاجة ليه الدور ده هينعكس ازاي على مجتمعي وعلى بلدي وعلى مصر ازاي ابني مصر ابتدنا نعمل دعم نفسي كمان في ناس كتير كده محتاجة دعم نفسي خصوصا المسنات اللي موجودين في المدينة دول في ناس كتير عندنا ناس كتير جدا بتشتغل معانا وبتتدرب معانا رغم انهما كبار في السن الى ان هما محتاجين بيجوا يتدربوا معانا ويعودوا ويكلموا ابتدنا نعمل لهم دعم نفسي بقى وجودهم في المركز شيء اساسي بقى اليوم اللي هو اجازة فيه بيبقوا متضايقين ان اليوم ده اجازة علشان هما مش هيقدروا يجوا يتونسوا بزميلهم وبالناس اللي معاهم وينتجوا ويحسوا انهم لسه بينتجوا ولسه عندهم فرصة انهم يبقوا طاقة منتجة في الوطن لما لدينا ان الدنيا بقى ابتدت تبقى حلوة كده وقل طب ليه ما نعملش في بقية الامنات في بقية المحافظات مراكز تدعم المرأة المعينة فابتدينا بالسعيد السعيد طبعا دلوقتي احنا شايفين حجم الانجازات اللي حصلت في السعيد السعيد المنسي كان منسي توري السنين اللي فاتت دي دلوقتي رجع الخريطة دول اهالينا الاصل انا سعدية المولد والسعيد فعلا كان منسي فبدأنا بالسعيد بدأنا بأسيوت عملنا فيه مركز هايل جبنا فيه مكان ومكان خياطة وانترلوك بالعكس بأمانة أسيوت بدأنا كمان بحية حلوة قوي الباتشورك حرفة الباتشورك او فن القصائص فن القصائص ده فن هايل جدا فن اعادة تحويل المخلفات الى شيء لقيمة وقطع فنية جميلة دلوقتي الاصايدة واهل السعيد بقوا عندنا في المركز من احسن الناس اللي بتعمل الخدديات والمفارش واللحفة بالاصاقص وده فيه حاجتين اولا انه بينطف في البيئة ثانيا بيدي حس فني رائع للسيدة ثالثا بيعمل لها راحة نفسية انها تجيب الالوان وترتبها وتستفها جنب بعض وتخيطها جنب بعض وبتعمل لها دخل لان قطعة الباتشورك غالية بتتباع باسعار عالية جدا وامل كبير ان انا بتدي نفتح لهم اسواق في التصدير برا نيجي بقى لنقطة تانية وهي التسويق الكلام ده كله بيكبر والمنتجات دي لازم تتسوي نعمل ايه فقلنا ليه ما نعملش مكان ثابت في كل محافظة يبقى مركز لبيع المنتجات اليدوية جيدات مصر جميعا ان احنا نرجع تاني ننتج نجعل بيوتنا خليات نحل نرجع للانتاج وبنقول انتاج لا استهلك نبتدي ننتج نعمل حاجتنا تاني بادينا زي جداتنا زمان من ده من خلال ان احنا بنعمل مبادر تدريب السيدات على الحرف اليدوية والاعمال اليدوية من خلال ما نزلهم احنا بندقوهم ان هما بيجوا بندربوا معالا شوف هي السيدة عايزة لقيا نفسها في قاني حرفة وبنبتدي نشتغل عليها في بعض السيدة بيجونا من البسطاء ما بيبقاش عندهم اي نسبة تعليم فبنبتدي نوجيهم لمحول امية وبنبتدي نشتغل علي ان احنا نمحي اميتها الاول مع في نفس الوقت ان احنا بندربها على الحرف اليدوية الحرف اليدوية كتير جدا منها الكروشي والجلود الطبيعية والباتشورك والتطريز والتفصيل ومجالات شتة كتير جدا وفيه يعني على ذكر الحرف اليدوية والتوجيه السيدات المعالات والمطلقات والارامل وايضا المعقيق او زاو الهمم احنا كان عندنا حالتين اشتغلنا عليهم الحالتين دولا جبناهم من الشارع كانوا باعة جائلين واكيد حضراتكم عارفين الباعة جائل او السيدة في الشارع بتطرد لايه بتنتج بس عشان تبيضة بتنزل الشارع عشان تفتح بيتها وتسترولادة بتنزل الشارع احنا خدناها من الشارع ضمناها معانا في المبادرة وعلمناها ازاي تسوق بقى من خلال حياة كريمة اللي بيضع ليها الرئيس ومن خلال تمكين المرأة علمناها ازاي نشتغل عليها تاني كتعليم وكتدريب ونعلمها ازاي معانا ازاي تقدر تسوق وننزلها معارض وده خلالها نقالها من شارع تجربة الشارع لانها تحس فعلا بنفسها وانها بقى سيدة مجتمع وازاي تنتج وازاي تنزل معارض رسمية اللي الدولة بتعملها لنا تحسة قد ايه هي بقت حاجة في المجتمع حالة تانية برضو الاتنين شباب كانوا برضو في الشارع بينتجوا خوس وازاي هما كانوا بيتعرضوا كل يوم ازاي الناس الشرطة تيجي تشيلهم بيقفوا في اماكن غلط اه لا احنا خدناهم معلمناهم وخلناهم ازاي يشتركوا من خلالنا اه ينزلوا المعارض واماكن وازاي نسوق لهم شغلهم وازاي يدخلوا يسوقوا على صفحات اونلاين كانت نقلة جبيرة جدا اه هو ده اللي احنا عايزين احنا عايزين مش عايزين بقى عجائلين احنا عايزين منتجين ازاي كان من السيدات او من الشباب او من الرجال او من الاطفال كمان احنا عندنا اطفال بنعلمهم حاجات جميلة جدا والطفل المصري ازاي بطبيعته بتعلم بسرعة عايزينه يقبر على انه بنتج ما بيستهلكش ازاي يعمل محفظته بايده من الجلد الطبيعي ازاي يرسم رسمة حلوة وينزل بها معارض راجعين وقدرين ان احنا ننتج ونعمل احسن حاجة في مصر ستة المعيلة بنشغلها في اقبال الحمد لله بالنسبة مش للسيدات بس والبنات الجامعات برضو بيجوا عايزين يزودوا دخلهم فبيجبهم شغل السينة فالحمد لله يعني احنا يعني نعشق اللي سابوه جدودنا جدودنا سابونا اعتراس وشغل جميل فلازم ده ما ينقردش فبنحاول انطور في الشغل شغل السينة ده يعني حاجة ندرة فلازم الاجيال الصغيرة تتعلمه الاجيال الصغيرة دي لازم نعلمها السيدات فيه ست تقولي انا يعني حابة شغل قوي بس مش عارف اشتغل فبدربها حتى لو هي ظروفها مش حلوة مش قادرة تجيني انا بروح انا والمجموعة بتاعتي بالخيوط بالشغل واروح لها البيت ادربها فان على اساس انها هي ست في لها ظروف او معاقة فانا اللي بروح اعلمها في البيت فتبدأ بقى تدهيني الشغل نسوقه فالحمد لله يعني بنلاقي مراكز تسويق حلوة المعارض كويسة بندي الشغل للسيدات تبيع في المعارض فالحمد لله الشغل التراسي ده يعني مش عايزين ينقرد يعني احنا بنعشق اللي سابوك دادنا لينا فاحنا عايزين كل سيدة وكل بنت وكل بنت جامعية زي ما عايزة تزود دخلها تلجأ لحطة شغل سينة لان شغل سينة ده سوى في مصر ومحافظات مصر سوى بره الاجنبي لما بيجي بدور عليها فاحنا عايزين نبتكر ونبتكر مصر عريقة بسيداتها وبشبابها وبناتها فليه ما نبقاش ايد عاملة كلنا نبقى ايد واحدة نبقى نشتغل ليه ما ننتجش زي ايام زمان اجددنا وامهاتنا واهلينا كان عندهم خبرة وكفاءة لان الايد العاملة دي هي اللي دي تتلفف حرير بالنسبة للشباب برضو الزراعة ليه ما نبقاش لنا كل حاجة ليه ننتظر حد يجيب لنا لا احنا ننتظر ايدنا هي اللي تبقى تشتغل والايد العاملة كفاءة بالنسبة للمجتمع كله من التوعية للستات مسكن الست بنشتغل على الست من كل النواحي بنصقفها بنوعيها بنعلمها بنخليها تشتغل بنعمل ندوات مش ندوات بقى خلينا بالمعنى لا صحي كده عشان نقرب من الستات بنقعد كده مع بعض قاعدة حب بنقرب منهم بنوعيهم يعني ايه الختان لا ده غلط ده صح ده ما ينفعش اتكلمنا في موضوع تنظيم الاسرة ده كتير لا بنتكلم في حاجات تانية ازاي تبقى هي خليها بالها من نفسيها عشان صحيطها عشان ولادها دي حاجة بنعلمهم كمان تطريز كورشي تريكو بنعلمهم حاجات هم يعني كانوا بيسمع عنها ما اشتغلوش فيها قبل كده لا اتعلموا وحبوا المكان بقى يجوا يشتغلوا في المكان اتعلموا بياخدوا الكورس مثلا او الورشة العمل حسطين ثلاثة بيبدأوا بقى ياخدوا شغل يعملوا في البيت يشغلوا في البيت ويجوا بعد كده لا ده كمان بنحسبهم عليه كانتاج كشغل معانا يعني يعني الواحدة بقى بتيجي المركز بتتعلم بتتصقف بتحكي بتضحك بتشتغل بتتعلم ازاي حتى وهي قعدة ببيتها بتذاكر معايلها لا بتدخل كمان فلوس يعني بتخلص اكلها وتذاكر لعيلها وتبقى شغالة بالابرة بالاعمال الحرف اليدوية بتانتاجت وكمان بتيجي بعد كده بنحسب بنحسبها عليه بنديها فلوس بقيت قعدة وهي ببيتها اتعلمت حاجات كتير وتصقفت وغير كده بنسوق لها الشغل اللي هي بتعمله الشغل اللي هي بتعمله ده لأ بيتسوق وبيتباع اخدنا مركز للعرض للمعارضات بتاعتنا ده ان شاء الله ده اول مركز للمعارضات بتاعتنا قبلها كنا بنروح النوادي بنعرض منتجات الستات المرأة المعيلة ديت بنعرضها في النوادي بنعرضها في المعارض يعني بنحاول نكمل فكرة السيادة الرئيس باننا يعني فعلا نشتغل مع بعض حياة كريمة وطاقات وطن منتجة